تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنصيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أم سن الأحد 20 غشط الجاري من توقيف 8 أشخاص من بينهم قاس الواحد وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة باستعمال العنف وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى الاشتباه في تورط الموقفين في ارتكاب سرقة مقرونة باعتداءات جسدية في حق مرتدي أحد المخيمات الصيفية الذي يقع بضواحي مدينة صفرو قبل أن تسفر عملية أمنية ميدانية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم مساء أمس الأحد عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والعصي والأدوات الرادة التي يشتبه استعمالها في ارتكاب هذه الاعتداءات فضلا عن حجز مجموعة من الهوادف النقالة التي يشتبه في أنها من عائدات هذه الأفعال الإجرامية وقد تم إخضاع الموقفين لتدبير الحراسة النظرية والمراقبة بالنسبة للقاصر الموقوف وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم